السيدات والسيدة مساء الخير في الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن عصر سياحة الأثار تراجع لصالح أنواع جديدة قد يفضلها السياح في أنحاء العالم فإن إحصاءات اليونسكو هيئات السياحة الدولية تقول أن السياحة العالمية إلى أثار مصر تحتل قمة وجهات عشاق الأثار في العالم وربما هناك عبر التاريخ من نقلوا في عصور الاحتلال بعض القطع الغالية من أثار مصر إلى متاحف العالم أو حتى حاولوا تقليدها واستنساخها لعرضها في متاحفهم إلا أن أهرامات الجيزة وأبو الهول ومنطقة سقارة بكنوزها الهائلة والمعابد العملاقة في الأقصر وعلى ليل أسوان تبقى دائما هي مناطق الجذب والإبهار الأولى لسياح العالم اليوم في حديثنا من مصر نلتقي بوجه مصري بارز في عالم الأثار تولى العديد من المواقع المسؤولة عن أثار مصر وشارك مع البعثات الوطنية في أهم اكتشافات السنوات الأخيرة نسأله عن الأثار المصرية كواحدة من عناصر قوة مصر النعمة عن الاكتشافات المذهلة الأخيرة عن الكنوز التي لم تكتشف بعد في الدلتة والجيزة وفي صعيد مصر نسأله أيضا عن البعثات الوطنية المصرية ودورها الشاق الذي لا يعرفه الكثيرون وعن نجاحها الكبير في التنقيب عن أهم الاكتشافات الأثرية عن الأثار المصرية عن كنوزها وأصرارها التي لم تكتشف بعد حديث جديد من مصر أهلا بكم معي للحديث عن أثار مصر أصرارها وكنوزها التي لم تكتشف حتى الآن عالم الأثار المصري الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأثار وجه بارز في عالم الأثار المصرية وأحد خبراء التنقيب عن أهم الاكتشافات في السنوات الأخيرة بدأ حياته العملية مفتشاً لآثار منطقة الهرم ثم مديراً لمتحف الأقصر وبعده لمنطقة وادي الملوك والبر الغربي ومنطقة آثار قنا والأقصر تبوأ وزيري العديد من المواقع منها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والإدارة المركزية لشؤون المناطق الآثارية سميت لأول مرة بردية باسمه بعد أن اكتشفتها بعثة أسرية شارك فيها بمنطقة سقارة في مايو 2022 شارك دكتور مصطفى وزيري أيضاً في العديد من الاكتشافات الآثارية المهمة منها في عام 2019 مقابر تعود إلى الفترة الانتقالية الثانية ودفنات من عصر نقاد الثاني في منطقة كوم الخلجان بمنطقة الدلتاء وفي نفس العام شارك في اكتشاف مقبرة بمحافظة سهاج لأحد نبلاء العصر البطلني يدعى توتو وكانت معه زوجته ثم اكتشف مع بعثة أخرى في يناير عام 2020 مقابر لعدد من كبار المسؤولين ورجال الدين في منطقة تون الجبل بمحافظة المينيا احتوت على عشرين تابوتاً ونعشاً بأشكال وأحجام مختلفة بما في ذلك خمسة توابيت من الحجر الجيري محفور عليها نصوص هيروغليفية جاء الاكتشاف الأهم خلال مسيرة دكتور مصطفى وزيري في مارس عام 2023 عند اكتشاف ممر خلف المدخل الأصلي للأرم الأكبر دكتور مصطفى وزيري أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا أهلاً وسهلاً يعني طبعاً سعداء جداً بوجودك وأكيد حنستمع لأشياء كثيرة جداً ربما بها بعض الأسرار أيضاً في عالم الأثار أنا دايماً بسأل في البداية ما الذي يخلك تتجه إلى دراسة الأثار ثم العمل في هذا المجال قصة أديمة أوي أنا من قرية تتبع محافظة قنة قنة يعني 60 كيلو شمال الأسر كان عندنا رحلات مدرسية بيطلعونا يودونا المعابد في الأسر دخلنا على معابد الكارنك كانت أول وقفة قدام الملك رمسيس 2 تمثال كبير ضخم فأنا 11 سنة سألت المدرس قلت له القدماء المصريين كانوا بالضخامة دي قال لي سكت شوية كده ولقيت بعض الكتابات قلت له هي اللغة دي بتاعتهم ما تتكلمش ساعتها نويت والله العظيم إن أنا أخلص دراستي في ثلثة سنوية أي مجموعة أجيبه هدخل كلية الآثار وهعرف آثار مصر وأسرار القدماء المصريين عدت ثلثة سنوية بمجموعة يدخلني طب أسنان صيدالة طب بيطاري علاق طبيعي لا دخلت كلية الآثار جامعة القاهرة درست أربع السنين خلصت اشتغلت مفتش آثار في الهرم والحاجة اللي أنا حبيبها إن أنا أشتغل حفائر اكتشافات حفائر بالذات حفائر وكان فيه أقسم كتير جدا لكن اخترت حفائر يعني في كلية الآثار في قسم حفائر لا أنا لما خلصت كلية الآثار التخصص كيف يأتي؟ التخصص لما رحت المنطقة منطقة الهرم هنا فيه تخصصات مختلفة يا إما توثيق آثري يا إما إصطحاب الوعي الآثري أو إلى آخرة لا أنا اخترت قسم الحفائر أمسك يعني إيه فرشة أمسك يعني إيه مصطرين والحمد لله حسيت إنه فيه حاجة لأنه أول أسبوع والله العظيم يا دكتورة أول أسبوع اشتغلت اشتغلت في حتة اسمها الجبانة الشرقية قاعد في المكتب في المنطقة وبصيت لقيت بلوك حجري بتعدي على الجمالة ويتعدي على الخرتية ويتعدي على الزبان وتكعبلوا فيه وإلى آخرة قلت لا طب ما أنا أشيله المنطقة نظيفة طب ما أنا أشيله جاي أشيل الحجر لأ تقيل ندعت على رئيس العمال طلعت المصدرين ابتدت أن أتضف من حوله عشان أشده يطلع إيه؟ يطلع تمثال غير مكتمل لابو الهول ما كملتش أسبوع مفتش أثار في منطقة أثار الهرام حسيت أنه فيه رسالة حسيت أنه يعني الحمد لله أول أسبوع شغل لا أنت بتلاقي أثار هنا بقى أصبح فيه علاقة مع الأثار يعني العمل في مجال الأثار هو أيضا به تخصص طبعا فيه تخصصات كتير جدا كمفتش أثار ممكن تشتغل مفتش أثار حفائر ممكن تشتغل مفتش أثار وعي أثري أو توسيق أثري ممكن تشتغل مفتش أثار رسم أثري ممكن تشتغل مفتش أثار للمرافقة المجموعات بضيوف البلد الرسميين للشارح لهم في المناطق وممكن تشتغل مفتش أثار لا يعني فيه تخصصات كتير جدا ده غير قسم الترميم اللي بيهو ما عملية ترميم الأثار يعني هل تكفي الدراسة فقط في أن تكون مفتش أثار أو يعامل في مجال الأثار بشكل جيد طبعا لأ قولا واحدا الدراسة في الكلية هي دراسة نظرية بتعرف المعبد يتكون المعبد من الصرح الأول يليه الفناء وهناك مجموعة من التماثيل لا لا خالص تختلف تماما بتدرس اللغة المصرية القديمة وإحنا نوضح هنا كمان أنه ما فيش حاجة اسمها اللغة الهيرغليفية اسمها اللغة المصرية القديمة بكتابتها المختلفة الخط الهيراتيقي الخط الهيرغليفي الخط الديموتيقي فيبقى هنا بنتكلم على الدراسة نظرية عن ثلاث أنواع ثلاث كتابات أو ثلاث كتابات يعني ثلاث أنواع من الكتابة بزد فبعد كده لأ لما تنزل بقى على أرض الواقع في حفائر أو في منطقة أثرية هنا بتبدأ من أول وجديد بتتعلم إزاي وليكن في التخصص الحفائر بتتعلم إزاي تحفر إزاي تعمل مربعات وتقسم المنطقة الحفر ما بيبقاش بطريقة عشوائية عشان كده كان لازم ندخل حاجة اسمها مدرسة اسمها مدرسة فيلد سكول مدرسة تعليم الحفائر تتعلم إزاي تحفر إزاي تعمل حفائر إزاي تنزل بطبقات الأرض إزاي تدرس الطبقة دي والطبقة دي والطبقة دي لغاية لما توصل وهكذا هنا دي دراسة تانية تعتمد على العمل الميداني يعني ده علم مكتمل يعتمد على التجربة مش على الدراسة لا هي الدراسة بتديك معلومة عامة إنما العمل تحتلف إزاي تحفر إزاي تمسك المسطرين إزاي تمسك الفرشة إزاي لما تطلع يعني هو سؤالي البسيط إزاي تحفر إزاي تحفر إزاي تحفر واضحة فين المنطقة اللي بنشتغل فيها في الأول هالمنطقة رملية منطقة فيها حجر منطقة طينية حالحسب خلينا نتكلم منطقة صحراوية بنحدد المكان اللي هنعمل فيه حفائر مساحته كام في كام تقريبا ثم بنعمل مجموعة مربعات ثم بننزل بطبقات لغاية لما نوصل للطبقة شبه القديمة ما ننساش إنه فيه طبقات قد تكون حديثة نتيجة ردم حديث نتيجة عامل تعرية نتيجة رمال نتيجة إيه لآخرة دي عشان ما تضيعش وقت الحفار قوي إنما نبدأ بقى في الطبقة الأصلية نبتدي نبقى نركز فيها بمسطرين وفرشة لغاية لما نوصل مما لا شك فيها هيبقى فوق بالطبقة العصر الفترة المتأخرة نرجع هنا تحتها بشوية الدولة الحديثة نرجع هنا الدولة الوسطى الدولة الأديمة فيها على حسب المنطقة مسألة صعبة مسألة صعبة ولكنها مسألة شيقة للي بيحبها يعني تاعد في الشمس صيف حر شتا برد خريف فيه ولا أمشير فيه تراب فيه رملة فيه عواصف ترابية رملية إنما فيه باشن فيه حب فيه إصرار فيه إنك إنت هتوصل لحاجة ما شافهاش حد قبل كده بتلات تلاف سنة ولا أربعة تلاف سنة بتلاقيها لأول مرة والحمد لله إن احنا اتشافنا كتير بتحتاج وقت دكتور بتحتاج وقت يعني هزي العملية بتستهلك وقت طويل عايز صبر تحتاج وقت وصبر وبرضه على حسب طبيعة المكان نفسه اللي احنا بنقوم في عملية الحفير فيه طبعا حضرتك يعني ساهمت فيه اكتشافات كثيرة أهم ما هي هو الحمد لله الحمد لله كتير البر الغربي في الأقصر دي كانت المنطقة البداية البدايات كلنا عارفين الأقصر فيها نهر النيل اللي بيقسمها لبرين البر الشرقي اللي بيسمى عالم الأحياء ثم البر الغربي اللي هو عالم الأموات البر الغربي فيه جبانات كتير جدا فيه جبانة اسمها جبانة دراع أبو النجا في جبان اسمها العساسيف في الطرف في قرنة مارعي فيه تمام بدأنا في حفاير في جبان الدراعة ابو النجا والحمد لله كانت مواسم مبشرة جدا بالرغم من مرور بعثات كتير جدا أجنبية على هذا المكان لكن البعثة المصرية كان لها الصبق ولله الحمد ليه؟ ودي نقطة مهمة لو تكلمنا أن في مصر في 250 بعثة أجنبية من 25 دولة لكن نتكلم على البعثات المصرية بتشتغل قد إيه البعثة المصرية؟ بتشتغل عشر تشهر في السنة طب البعثات الأجنبية شهرية؟ بداية البعثات الأجنبية موجودة حاليا؟ آه طبعا مكسفة يعني وجودها بشكل مكسف في البلد؟ موجودة في منها اللي بيعمل حفاير في منها بيعمل توثيق في منها اللي هي بعثة للطارمين فقط في للرسم طب بعثات الحصة بالحفائر البعثات الأجنبية هل بيصاحبها مصريين؟ جميع البعثات الأجنبية طبقا لقانون 117 للسنة 83 اسمه قانون حماية الآثار وتعديلاته لازم يبقى فيه مفتش آثار مرافق واحد على حسب الموقع نفسه الموقع نفسه كان يكتفي بواحد فهو مفتش آثار الموقع يعني كبير لا ممكن يبقى اثنين مفتشين آثار ممكن يبقى ثلاثة مفتشين آثار مرافقين ده بجانب أن العمالة مصرية العامل الفني اللي فوق العمالة مصري حاليا ولله الحمد أن من أكتر من أربع خمس سنين أنه أصبح البعثة الأجنبية تعتمد على المصريين كمان حتى لو كان الفند أجنبي والبعثة اسمها بعثة جمعة كازا الأجنبية الأمريكية الإنجليزية الفرنسية الألمانية لكن الحمد لله بيعتمدوا على المصريين ليه؟ منذ عدة سنوات الحمد لله المصريين أثبتوا كفائتهم سمعت في العالم كله أيدي الحفار المصري أي المفتش الأصار المصري أيدي المرمم المصري فأصبحت البعثة الأجنبية يقول لك أنا ليه أجيب معايا واحد بيحفر من بلدي ليه أجيب واحد مرمم من بلدي وفيه هنا كفاءات غير عادية أنهم يقدروا يشتغلوا يقدروا 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 وعندنا خير ودلائل على هذا الكلام أن المرمم المصري لا يعلى عليه والحمد لله الحفار المصري أو فدش الأصار المصري اللي بيعمل حفاير لا يعلى عليه بعد أن كنا تابعين للأجانب من عشرات السنوات لكن دلوقتي أصبحنا الحمد لله لا ده بالنفس وكمان تفوقنا على الأجانب وخير دليل الاكتشافات على مدار الست سنوات الماضية كلها بأيادي مصرية خالصة ولله الحمد طب هذه البعثات الأجنبية اللي جاية عشان تكتشف أثار اللي لم يتم اكتشافها بعد في مصر ومعها هذه المجموعة من المصريين اكتشفت مجموعة من الأثار أين تذهب؟ الأثار اللي بيتم اكتشافها حاليا عن طريق الأجانب البعثات الأجنبية مكانها على طول المخازن المصرية المخازن المصرية بعد المخازن إذا كانت في حاجة طبقا للجنة سيناريو العرض المتحفي إذا شفتها أنها تتناسب مع عرض متحفي في متحف شارم الشيخ في متحف المصري في التحرير متحف القومي الحضر المصري المتحف المصري الكبير لا خلاص بيتقرر لجنة سيناريو العرض المتحفي إنها اختيار هذه القطعة عشان تعرض في هذا المتحف طب هذه البعثات الأجنبية جاية بتساهم في هذه الاكتشافات مقابل إيه؟ مقابل نشر العلمي اللي استفيد منه بس النشر العلمي يبقى إذن المكتشف له الحق أنه يقوم بعملية النشر العلمي يعني اكتشف مقبرة ينشرها اكتشف تمثال ينشرها باسمه باسم جمعته باسمه المهم أنه له الحق في النشر العلمي في النشر العلمي لكن ممنوع أنه يحصل على أي قطعة تم اكتشافها بالقطع لا مكان أي قطعة أثرية يتم الكشف عنها عن طريق بعثة مصرية بعثة أجنبية مكانها المخازن المصرية تسجل ثم زي ما قلنا على المتاحف في حالة أنها طليق بالعرض المتحفي طب يعني هذا القانون تم إقراره إمتى؟ ده اسمه قانون حماية الأثار قانون رقم لأنه في سنوات بعيدة أعتقد أنه كان من الممكن للمكتشف الأجنبي أنه يقتسم مع المصري الأثار المستخرجة ده قانون قديم أوي اسمه قانون رقم 14 لسنة 1912 اسمه قانون القسمة قانون القسمة يعني 1912 مش قديم أوي برضو يعني 1912 أيه كان بينص على هذا الاقتسام؟ بينص على الاقتسام في حالة أن المقبرة اللي بتشتغل فيها البعثة الأجنبية ممكن تكون تعرضت للسرقة قبل كده عن طريق لصوص مقابر عن طريق أي حاجة من الكلام ده مثلا قبل 1912 إذا كانت المقبرة تعرضت للسرقة قبل كده فهو من حق أنه هو ياخد 50% من إعادة الكشف نقدر نسميها كده بلاش كده؟ كشف لا اسمها إعادة الكشف بقى إعادة اكتشاف مقبرة لأنها كانت اكتشفت من قبل أو تعرضت للسرقة من قبل فده بيبقى قانون اسمه قانون القسمة والحمد لله ثم تغير القانون ثم تغير القانون إمتى؟ سنة 1951 ونص على إيه؟ ما كانش بقى فيه حاجة اسمها نص أنه ياخده 50% أو ياخده جزء من التماثيل لا الحمد لله سنة 51 توقف تماما قانون 14 لسنة 1912 يعني وإذا تم اكتشاف أي حاجة في الأرض المصرية هي ملك لمصر بالضبط كده سنة 51 تسمح بحاجة اسمها تجارة العاديات أي تجارة الآثار بمحلات محلات بتبقى مرخصة عليها ترخيص رقم كذا لسنة كذا لصاحبها كذا بيقوم بعملية بيع للآثار وكانت سكلام ده برضو سنة 51 يبيع آثار بياخد فاتورة من المشتري بياخد فاتورة من البائع وده بيستدل عليها طبعا درائب الدولة يعني محلات في مصر محلات في مصر وبعد كده بيطلع على المتحف المصري في التحرير بياخد حاجة اسمها شهادة تصدير بيقول أنا رحت بالفاتورة دي اشتريت القطعة دي من المحل ده وعايز ما يسمى شهادة تصدير يطلع له شهادة يختم له الشهادة الورق دي يدي له الشهادة انه اشتريها من حتة الفلانية مش نتيجة حفر خلصة وإلى آخرة ويصفرها بره الكلام ده استمر طبعا في سنة 1970 اسمه اتفقية اليونسكو اتفقية اليونسكو اللي مصر وقعت سنة 1972 هنا ما فيش حاجة اسمها تجارة آثار على الإطلاق 1972 بعد من مصر وقعت على اتفاقية اليونسكو طيب لو حصل انه في حفر خلصة وجماعة حفروا في بيتهم في أرضهم في مزرعتهم بيعمل صرف صحي وشاء القدر انه يلاقي حاجة وبنتيجة الحفر الخلصة ده قدر انه هو يتاجر في هذه الأثار عندنا ولله الحمد في جميع المنافس في مصر سواء كانت برية بحرية جوية سكة حديد بريد عندنا مجموعة مهمة جدا اسمه مجموعة مفاتيشي آثار المنافس يتم الاشتباه في حاجة مفاتيشي الآثار يبص عليها لا دي حاجة متاخدة من بازار جديد حاجة ريبليكة حاجة مستنسخ حاجة أجنبي أو سائح واخدها يتم السماح بيها خلاص بقت مفيش مشكلة فإن لم يكن إن لم يكن بيتم التحفظ عليها وبيتعمل عضية ويتحقل بقى لجهات التحقيق والقطع دي بيتم التحفظ عليها عن طريق النيابة ثم تسلم للمجلس الأعلى للآثار طيب لا قدر الله إدرت إنها تسافر بطريقة ما أو أخرى سافرت بره بيحصل إيه؟ عندنا إدارة تسمى إدارة الآثار المستردة إدارة الآثار المستردة دي دي مجموعة متميزة جدا بتتابع حركة الآثار وحركة بيع الآثار في مزادات العالم مزادات العالم كله فبتتابع حركة الآثار بتتنقل من هنا إلى هنا بتتبعدي هنا إعلان يتجاب القطعة شوف قصتها تم الاشتباه في هذه القطعة قالوا تعالى وريني ما يفيد امتلاكك لهذه القطعة وريني ما يفيد تحركك بهذه القطعة يقولوا لا ده أنا واخد معاي قديش هذا التصدير أنا واخدها من كذا 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 أنا قبل اتفاقية اليونسكو أو 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 فالحالة دي بيبان طيب ولو فشل أنه هو يبين أنه دي طالع بيشهاد التصدير بورا رسمي إلى آخره يتم التحافز بقى على طول الحمد لله الحمد لله عن طريق وزارة الخارجية مكتب في السفرة بتوعنا في الخارج عن طريق مكتب معالي النائب العام وعلاقته طيبة بمدعي العام في أمريكا وفي إيطاليا وفي فرنسا وفي الحمد لله على مدار السنوات القليلة الماضية قدرنا أن احنا نرجع 30 ألف قطعة خارجت من مصر بطرق غير شرعية ده عدد كبير 30 ألف طيب دكتور مصطفى وزيري يعني دايما الواحد بيسأل لما بيشوف متاحف برة في الخارج وبيشوف القسم المصري فيها بيقيم مكدس بالأثار المصرية هنقول المسروقة ولا اللي كانت بتتاخذ حسب القانون ولا يعني هل فيه أمل في يوم من الأيام أن هذه الأثار القيمة جدا جدا اللي هي موجودة في كل متاحف الدنيا ترجع مصر نوضح نقطة بأي هنا مهمة في حاجات للأسف أنها طلعت تحت مظلة قانون أي ومصر لازم يعني تحافظ على القوانين اللي كانت موجودة فيها فدي طلعت تحت مظلة قانون إنما الحاجة اللي طلعت مش تحت مظلة قانون نتيجة حفر خلصة نتيجة أي سابق من الأسباب لا طبعا بترجع وهترجع ومصر مش هتفرط في أي قطعة أثرية خارجت من مصر بطريقة غير شرعية هنعمل المستحيل وإن احنا نرجح تاني مصر وده قريدي بالفعل حصل طيب دكتور مصطفى وزيري عايز أسأل حضرتك برضو عن آثار توت عن خامون اللي هي إحنا طبعا في مصر يعني عارفين إنها موجودة مكتملة لماذا؟ يعني لماذا تم احتفاظ مصر بهذه الأثار بهذه المقبرة بشكل خاص وكان القانون يعني كان ممكن يسمح باقتسامها يعني الأول نوضح نقطة للسادة المشاهدين هل هي المقبرة الوحيدة التي تم الكشف عنها كاملة ولم تمس ولم تسرق؟ لا في مقبرة يويا ويطويا برضو الحمد لله طيب يعني في بعض مقابر؟ آه طيب توت عن خامون شمعنا المقبرة دي الوحيدة التي تم الكشف عنها مثلا ولو أنها مش الوحيدة والتي لم تسرق ولم تمس لنا أن نتخيل قصة جميلة جدا ودي ملوك في الأقصر في البر الغربي مقبرة توت عن خامون اتحفرت وتوضع فيها الأثاس الجنازية وتوضع فيها كل ما لز وطاب من فترة توت عن خامون بعد ميتين سنة جه ملك اسمه رمسيس السادس عمل مقبرته فوقها كل الريديم اللي طلع من مقبرة رمسيس ستة غطى توت عن خامون فلصوص المقابر قديما ممكن من آلاف السنوات سرقوا مقبرة رمسيس ستة الجديدة سرقوا الجديدة ولم يتنبهوا للأزيم أنه في مقبرة تحتها لغاية لما جه كارتر كارتر قصته كمان لذيذة جدا وقوية جدا كارتر كان بيشتغل معه وعالم آثار في ودي الملوك اسمه تيودور ديفيز هو بيشتغل معه اكتشفه مع بعض مقبرة تحتموس الرابع هو ورايح في الطريق في ودي الملوك لقى قطعة حجر صغير بنسميها أستراكا حجر من حجر جيري مكتوب عليها نبخ برورع يعني ايه؟ يعني توت عن خامون ابتدى يدور على توت عن خامون قال لا ده مقبرة مش مهمة لم تكتشف فعرف ان المقبرة قد تكون في مكان ما في قلب ودي الملوك ما كانش عنده الفلوس ما كانش عنده الإمكانية لغاية لما قابل لورد كيرنافون واتفقوا انه هو هيبقى سبانسر داعم هيديله فلوس عشان يعمل الحفاير وفعلا خد موافقة مصلحة الأثار في الوقت ده سنة 1917 خد الموافقة وابتدى يحفر السنة دي لا ملقاش السنة الجاية ملقاش السنة اللي وراها لغاية سنة 1922 لورد كيرنافون قال له اسمع بعد انا فلست انا صرفت فلوس كتير جدا لك ست سنين بتحفر ملقيتش حاجة يلا خلاص اردم اللي انت عملته ده سبحان الله لما ادى التعليمات بحف بردم الحفر الكلام ده ودي ملوك اللي راح لقصر نشوف انه هو طريق زجزاجي ويطالع لفوق كده لغاية لما يوصل لغاية الجبل ما كانش فيه مصدر الميا كان الميا بتيجى عن طريق شاب صغير كده من أسرة في البر الغربي في الأسرة اسمها أسرة عبد الرسول بيجيب زلعة الميا على حمار وبيوصل هناك وبيقول له الميا بتاعتك يا كارتر فالمهم كارتر قال له خلاص حطها على أي حجر مستوي كده سيب الزلعة المهم كارتر عمل ايه الولد عمل ايه الولد شاف حجر كده راح مسويه ورح جاب زلعة الميا ورح حطها على الحجر اللي في الأرض ده وقال له الميا بتاعتك هناك ويخط بعضه ماشي ما عرفش بقى كارتر أو أحد أعوانه قام عشان يشرب بص لقى الحجر لا ده حجر مهزب شال زلعة الميا نضف الحجر اتضح أنه هو أول درج من 16 درج يؤدي إلى باب مكتوب عليه نبخ برورع يعني توت عن خامون فتح المقبرة لا كل ما لزوطاب 5398 قطعة من أجود وأروع وأجمل ما يكون عدد كبير جدا حيك قلنا ده يعني تاني الرقم كم؟ 3398 قطعة طيب حيك قلت كلمة حلوة جدا يا دكتور درهيد قلت إيه؟ عدد كبير مين هو ده تتعن خامون؟ شاب صغير 9 سنوات ومات تقريبا 19 سنة يعني حاجة كده فترة فترة قليلة مقبرته أصغر مقبرة في ودي الملوك مقبرة صغيرة جدا عشي يسيب كم هائل من الآثار جواها بالشكل ده طيب ما بالك لو كانت مقبرة رمسيس 2 تم الكشف عنها ولم تمس تحوط مستلاتة أو منحوط بالتالت الملوك العظام دول ده كنا يعني لقينا مئات الألف من القطعة الأثرية لكنها للأسف طبعا منذ آلاف السنوات تعرضت للسرقة أو لم تكتشف؟ لا لا مقبرة يعني البعض منها لم يكتشف بعد؟ مقبرة تحوط مستلاتة مكتشفة في ودي الملوك مقبرة منحوط بالتالاتة في ودي الأرود جنب ودي الملوك مقبرة رمسيس 2 في ودي الملوك مكتشفة يعني دايما الفراعنة كانوا بيعملوا نوع من الخديعة حتى لا يصل أي حد من مكتشف الأثار أو من حرمية الأثار إليهم يعني يمكن؟ لما نلاقي مقبرة زي تحوط مستلاتة كاملة بغرفة الدفن يعني ما أعتقدش قوي أنه له ممكن يكون مقبرة تانية لما الملك منحوطب تلاتة في مقبرته بالشكل ده في ودي يسمى الوادي الغربي أو ودي الأرود اللي هو جنب ودي الملوك عن ناحية الغربية ما أعتقدش رمسيس 2 ممكن رمسيس 2 حكم 67 سنة رمسيس 2 مات على عمر 90 سنة تقريبا ممكن يكون عمل مقبرة تانية ممكن لم تكتشف بعد على كلمة السؤال حضرتك الزاكي جدا ده يمكن أنا فهمته أنه هل يا مصطفى هل هناك مقابر ملكية في ودي الملوك لم يكتشف بعد لم تكتشف بعد أطبعا لما نقول أن الرعمسة مجموعة رمسيس أين مقبرة رمسيس 8 رمسيس 8 لم تكتشف بعد فين مقبرة عن خئس إن بقمون مرات تتعنخمون لم يتم كشف عنها بعد فين مقبرة نفر تيتي لم يتم كشف عنها بعد البعض بيقول لا ده في احتمال تكون جنب أمون حطب تلاتة في الوادي الغربي أو ودي ما يسمى الوادي الأرود أو البعض بيعتقد أنها تبقى مثلا في الجانب الحيطة أو الجدار بتاعته تتعنخ أمون زي النظرية اللي كانت لها يعني فترة كده من 8-9 سنين بتكلموا عنها ما عرفش إنما هناك مقابر لم يتم كشف عنها بعد حضرك قلت في بداية الحلقة كلمة قوية جدا أثار مصر اللي تم اكتشافها والتي لم يكتم اكتشافها بعد هقول نقطة مهمة هنا ما نراه فوق سطح الأرض في مصر لا يتعدى لا يتعدى نسبة 40% ما يحويه باطن الأرض من آثار والدليل الاكتشافات اللي احنا عملناها على مدار ست سنوات الماضية اكتشفنا آلاف من القطع الأثرية ولله الحمد يعني 60% من الآثار المصرية القديمة لم يتم اكتشافها بعد على الأقل على الأقل الدليل الدليل إن احنا كل موسم حفاير بنلاقي كمية كبيرة جدا من المقابر بنلاقي كمية كتيرة جدا من الآثار بنلاقي آثار ندرة ودي الكلمة دي أحط تحتها 500 خط ندرة بمعنى إيه بمعنى إيه بمعنى إنه ربنا سبحانه وتعالى لما يوفقنا كبعثة مصرية ونعمل حفاير في منطقة سقارة ونطلع مميوات لأول مرة يتم الكشف عنها زي مميوات إيه شبل الأسد هو محدش اكتشف قبل كده أشبال أسد لا البعثة المصرية اللي هو الحمد لله كان لي الشرف إننا نبقى رئيس لهذه البعثة المصرية شبل أسد لقينا خمسة دي طبعا محدش اكتشف قبل كده حاجات تانية من النوادر من النوادر لما نلاقي ممية حيوان النمس لم يتم الكشف عنها قبل كده حيوان اسمه الفيرفت منكي اللي هو النسناس ممية نسناس محدش لقىها قبل كده ولله الحمد لقينا ممية جعران جعران محمد أيها الحمد لله زائد الحمد لله البرضيات الكاملة التي لم يتم الكشف قبل كده إلا بمية وعشرين سنة كان بيتم اكتشاف برضيات الحمد لله اكتشافنا برضيات مؤخرا والحمد لله تم الكشف عن أربع برضيات كاملة البرضية الوحدة ما يقرب طولها إلى 16 متر تعريبا 16 متر البرضية الوحدة يعني معنى كده أن احنا محتاجين دائما إلى متاحف مصرية للأثار القديمة جديدة عايزين متاحف كتير أسئلة قوية جدا شفت الكلمة حقا قلتها إيه؟ عشان كده كان فيه قرار حلو جدا من الدكتور خالد العناني قال إيه؟ قال اسمعها يا رجالة أنتو بتعملوا حفاير مصرية وبتعملوا اكتشافات كويسة جدا ورائعة جدا طب أقول لكم على حاجة كل اللي هتكتشفوه ما يبقاش مكانه المخازن كل اللي هتكتشفوه يبقى مكانه المتاحف زي ما تفضلتي وقلتي وعشان كده إحنا على مدار السنوات القليلة الماضية افتتحنا ما يقرب من عشرين متحف جديد يعني عندك متحف شرم الشيخ أي كفر الشيخ متحف سهاج اللي كان مقفول من تمانينات القرن الماضي أو يعني ما كانش تبنى يعني يا دوبعك حجر أساس وشوية مباني متحف طنطة اللي تم إعادة وده شيء جميل حقيقيا يعني يبقى المدر المصرية كلها فيها متاحف مصرية قديمة حقيقة للحوار بقية فاصل قصير نعود بعده لنستكمل هذا الحوار مع عالم الأثار الدكتور مصطفى وزيري حول الدور الكبير لبعثات الأثار المصرية واكتشافتها المهمة في السنوات الأخيرة دكتور مصطفى وزيري يعني لو ما بتكلم دلوقتي عن سياحة الأثار وده طبعا شيء مهم جدا جدا وله جذبية في كل أنحاء العالم لكن هل سياحة الأثار الوقتية؟ البعض بيقول أنها مثلا تراجعت شوية لصالح مثلا سياحة الشواطئ المناطق الجديدة إلى آخره ده حقيقة؟ هو مبدئيا أن السياحة صناعة حلوة دخل قومي لمصر سواء كان سياحة شواطئ سواء كان سياحة طرفهية سياحة علاجية سياحة مؤتمرات سفاري أو سياحة ثقافية لكن أنا بصفة الرجل الأثري السياحة الثقافية ما يميز مصر عن باقي دول العالم يعني لو تكلمنا عن سياحة شاطئية قد يجوز أن هناك بعض الدول اللي ممكن تقدر تنافس مصر في هذه السياحة سياحة علاجية ممكن نلاقي دولة تنافس سياحة سياحة مؤتمرات ممكن سفاري ممكن إنما سياحة ثقافية حاسب لا نوضح بقى نقطة هنا اللي البعض اللي بيقول إنه مصر تنتلك تلت أصار العالم بلاشوا نابل كلمة دين إحنا نقولها تاني عشان خطري ليه إحنا ما وزناش عشان ندر نقول دي تلت ولا ده نص ولا تلت تربع زائد لما تيجي تقارن يعني الكلمة فيها مبلغة ولا فيها تقصير فيها تقصير طبعا أنت بتقارن إيه بإيه يعني تقارن الهارم بإيه عشان تقول تلت يعني إيه اللي قصاده بقى تلتين موجودين في العالم توت عن خامون بتقارن إيه بإيه عشان تقول تلتين لا فيها مصر هو فعلا يعني كلمة تلت يعني بناء على العدد مثلا ولا بناء على إيه مهرفش الحقيقة أنا سمعت في برامي كتير جدا نقول لك إزاي مصر لازم تستحق مصر فيها تلت أثر بلاشه النبي الكلمة دي لأن تلت إحنا ما جبناش وقسمنا وتلت تلت يعني الهارم لوحده ده يساوي أثر العالم يعني قيمة الأثر نفسها لها وزنها بالظبط كده فإحنا نقول عندنا أثر طبعا لا تقارن مع أي دولة في العالم عندنا أثر عندنا حضارة عندنا ثقافة آه تاني اللي أنا أوضحها من خلال برنامج حضرتك نقول بلاش تلت ونص وثلات تربع والنبي نقدر كمان نقول حاجة تانية ممكن بلاش بلاش يعني نتكلم في كلمة آه الآثار مصرية خمس تلف سنة وست تلف سنة وسبع تلف سنة لحسبه والنبي دعوة إيه لا؟ روحوا زوروا المتحف القومي للحضارة المصرية أول ما تدخل المتحف هتلاقي فاترينا على إيدك اللي مين؟ نتكلم عن المتحف المصري الجديد المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطات اللي فيه المميوات الملكية ايه ادخل المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطات يعني المتحف الحضارة يعني احنا عندنا متاحف كتير مشهورة متحف الموجود في مداني التحرير المتحف المصري الجديد ومتحف الحضارة عليك تقصد متحف الحضارة متحف الحضارة متحف الحضارة اللي فيه المميوات المصرية اللي فيه المميوات الملكية المصرية ايه ادخل المتحف على ايدك اليمين فوق الموميوات هتلاقي فيه فاترينا في هيكل عظمي 35 ألف سنة عمره هل هو الأقدم؟ لا ده كمان فيه هيكل عظمي تاني موجود بس في معمل الترميم مش معروض لسه 50 ألف سنة جاي من حتة اسمها الترمسة تابعة لمحافظة قنة طيب يبقى إذن حضرتنا الحمد لله ألاف مؤلفة من السنوات يبقى دي تاني هنقول إنه ما هنقولش بقى كلمة إن حضرت مصر 5000 و 6000 و 7000 لا إحنا بنتكلم على ألاف من السنوات واحد اتنين السياحة نرجع لها تاني الثقافية قوة مصر النعمة هي الأصار الأصار هي قوة مصر النعمة دي ملاجم أسيل فعايزين نركز عليها؟ أه طبعا السائح اللي بيجي لازم يبقى جاي كمال للسياحة الثقافية السياحة الثقافية دي احنا عندنا عندنا أمانات كتير جدا والحمد لله شركات السياحة دلوقتي بتنوع عشان تجيب نوع من أنواع السياحة اللي كان جاه قبل كده بنسميه ريبيترز اللي هم كانوا جم مصر قبل كده لكن سمعوا إن فيه كتشاف جديد فين؟ في مطية سقارة في مطية لوصر في مطية أسوان في مطية المينيا في الغريفة في مطية وهكذا فده هيجي تاني عشان يشوف ما هو جديد فاحنا عندنا آثار متنوعة عندنا آثار متنوعة عندنا عدد ليالي سياحية ممكن يمتد إلى أسبوعين وثلاثة أطبعا فيه تنوع في السياحة الثقافية ولله الحمد عندنا اسكندرية عندنا القاهرة عندنا لقصر أسوان والكروز ما بيدلقصر أسوان دي حاجة متعة ما بعدها متعة حاليا كمان فيه حاجة اسمها السوبرلين كروز اللي هو بياخد من أسوان للقاهرة اللي كان زمان ورجع تاني الفترة دي برضو الحمد لله عليه إقبال يعني المسألة عايزة مثلا دعاية أكتر؟ إحنا كم من الاكتشافات اللي اتعاملت في الفترة اللي فاتت عملت دعاية حلوة جدا 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 لا تقدر بمال لأنه لما كنا بنعمل اكتشافات كنا بيتم دعوة القنوات العالمية كان فيها بعض أحيان بيوصل لعدد 300 قناة عالمية ومحلية كلهم بيغطوا الحدث ويقولك اكتشاف أول اكتشاف أقدم اكتشاف أكبر الكلام ده كله كان بيسيب فعلا امباكت حلو جدا لدى السائحين في العالم عشان دايما اسمه مصر يفضل مسامع في ودانهم هناك اكتشافات وهناك أفار وهناك حضارة وهناك ثقافة وهناك وهناك هناك ده اللي بقصوده ان احنا نركز على السائحة الثقافية حضارة كنت مهتمة جدا بيعني بما تم اكتشافه مؤخرا في منطقة سقارة بشكل خاص ايه اهم حاجة كتا هناك ايش معنى سقارة من لغاية 2017 انا كنت مدير عام قصر القصر فكنا بنعمل حفاير في البر الغربي في القصر لما دكتور خالد تم اختياري ان انا امينة عام بجلس العالقصر في نهاية 2017 تسعة عالفين وسبعتاشر لا الحفاير دي في دمي مش بس امين عام بقاعد مكتبه وورقياته وبسطه وإلى آخره واجتماعاته وإلى آخره لا دي في دمي طب سألته قلت له ممكن اكمل حفاير قال لي اه طبعا خمس تيام في المكتب ويمين في الموقع أربع تيام في المكتب بستتخلص كل الأعمال المكتبية طب فين أقرب مكان للمكتب سقارة محدش عمل فيها حفاير كتير من مئات السنوات يعني ده كان اختيار حضرت فالحمد لله أنا والفريق المصري اتفقنا ان احنا نروح وندرس الموقع رحنا في أبريل 2018 ولينا كم جبل من رديم ايه المشكلة احنا المصريين نشتغل لا يهمنا صيف ولا شتا ولا برد ولا نشتغل اشتغلنا ورفعنا الريديم وكان في شهر أكتوبر 2018 البداية الموفقة اكتشاف مقبرة وسمى مقبرة وحتي أزهالة العالم مقبرة بنتكلم على 3 متر في 10 65 تمثال منحوت في الجبل نقوش هو ألوان غير عادية ترجع للدولة القديمة الأسرة الخمسة بنتكلم على 4400 سنة عمر تقريبا مقبرة وحتي القنوات العالمية كلها سمقت بالكشف ده ثم أنا سؤالي هنا بقى لماذا لم نصنع نحن هذا الفيلم طبعا أهلا وسهلا وإحنا مرحبين بأي تلفزيون مصري يقوم بإنتاج أو تصوير فق رصنا طبعا من فوق يعني حالك ما طلبتش ليه في هذا الوقت إنه يجي تلفزيون مصري يسجل ده إحنا دايما بيتم دعوة كل التلفزيونات وكل القنوات العالمية والمحلية لمن يرغب أهلا وسهلا طبعا ودلوقتي هو دعوة هو لمن يرغب من أي قناة محلية قناة خاصة لو سمحتوا تفضلوا مشكورين اطلبوا من المجلس الأعلى للأثار إنكم عايزين تقوموا بتصوير عمل فيلم ثقافي فيلم دعائي فيلم كذا وفيه تسهيلات كبيرة جدا من المجلس الأعلى للأثار بخصوص التصوير في المناطق الأثرية طبعا المجلس الأعلى للأثار ألا يمتلك وحدة تصوير تلفزيونية خاصة لمثل هذه الاكتشافات؟ لا ليه؟ احنا عندنا المصور المصور بتاع الموقع نفسه اللي هو بيقوم بتصوير الأثر قبل المنطقة قبل ما تكتشف وأثناء الاكتشاف ده تصوير ده مسألة علمية لا أنا بتكلم على مش دور المجلس الأعلى للأثار مش دور المجلس الأعلى للأثار إننا يروج بقى للكشف ده لا ده دور هي تنشيط السياحة دور دور تاني مش منوت بي المجلس الأعلى للأثار إن هو يقوم بعملية ترويج للأثار اللي تم اكتشافها هو بيكتشف ثم بعد ما بيكتشف في دور تاني هي تنشيط السياحة اللي بتقوم بدورها الحقيقة بتقوم بدورها بتاخد مادة علمية وبتصور في المناطق الأسرية ثم بتقوم في أثناء العمل مثلا بورصة في لندن بورصة في ألمانيا بورصة سياحة بتكلم بيقوموا بعرض بعض أفلام قصيرة من اكتشافات البعثات المصرية اللي تم اكتشافها مؤخرا في مصر وعمل الحقيقة صدى رائعة يعني الحقيقة أنا بتكلم كمصرية كنت أحب أو أرغب أكتر أنه هيئة مصرية هي التي تقوم بتسجيل هذه الاكتشافات وهي اللي تقدمها للعالم أعتقد أن هذا أفضل أرحب مما لا شك فيه فده كان اكتشاف مهم جدا في منطقة سقارة لم تتوقف هذه الاكتشافات حمد لله هل ممكن نكتشف جديد في الأهرامات الثلاثة؟ أولا فيه كشف قريدي في داخل الهرام الكبير عارف أحضرك من المعروف أنه آثار الملك خوفه لم يتم الكشف عنها بعد انقسم العلماء البعض بيقول هو منع يتعمل تمثيل ومنع يتعمل كذا ومنع يتعمل كذا بدليل أنه مالوش اللي تمثال صغير خالص ده وبيرجع لفترة متأخرة كمان اللي هو الثماني سنتي تقريبا المعمول من العاج في المتحف المصري في التحرير لكن آثار الملك خوفه مش موجودة لكن خفرع موجودة من كورع موجودة لكن شمعنا خوفه هنا انقسم العلماء بيقولوا لا ده رفض عمل تمثيل وفي البعض التاني بيقول لا كنوز خوفه لم يتم الكشف عنها بعد طيب نجيبها الأجهزة المتطورة الحديثة اللي تقوم بعمل سكان فحص غرف مفقودة داخل الهرم ويشوف الدين الشكلة ازاي من 4-5-6 سنوات البيعثة فيه السكان الياباني السكان الألماني السكان الإيطالي والحمد لله كان السنة الفاتت وأعلننا أنه كان تم الكشف عن نفأ فوق المدخل الخاص بالملك خوفه النفأ ده بنتكلم على 9 متر طول تقريبا العرض بتاعه بنتكلم على نفأ طويل يعني نفأ تسعة متر بنتكلم على متر وشوية فارتفاع ثم السقف بتاعه اللي هو السقف الواخد شكل الجملوني ده طيب تسعة متر ليه؟ آثار أسئلة كتير جدا طيب الغرض منه ايه؟ هل بيؤدي إلى غرفة؟ ولا المقصود منه أنه هو بيخفف الضغط عن غرفة تحته أو المدخل؟ ده يعني عمل لنا شوية أسئلة كتير جدا لكن لازم يتم استئناف هذا العمل بطريقة ما أو أخرى طيب هذه العمليات التي تقومون بها يعني في مجال اكتشاف الأثار الجديدة هل بيتم تسجيلها؟ أي أثر يتم اكتشافه عن طريق البعثة الأجنبية بعثة المصرية البعثة الأجنبية المصرية المشتركة له إجراءات يتصور في موقعه يتصور بعد ما يتنظف ثم يتسجل في سجلات المنطقة ثم في المخزن واخد سجل واخد رقم سجل طيب ويبقى في المخزن؟ هنا بقى يرجع لدور مين؟ لجنة سيناريو العرض المتحفي لجنة سيناريو العرض المتحفي ارتقت إن الاكتشافات دي طليق بالمتحف فخدتها ودتها المتحف طيب أخبار اكتشافاتنا على مدار الست سنوات الماضية راحت فين؟ فوق 80% من اكتشافاتنا متحف شرم الشيخ متحف القومي الحضارة المصرية متحف الحضارة متحف كفر الشيخ متحف المصري في التحرير المتحف المصري الكبير كل دي أثارنا اللي راح تغزي هذه المتاحف متحف الغرداء طب أين تذهب هذه التسجيلات يعني إحنا كجمهور عام عايزين نشوفها تسجيل خلاص كده تسجل في سجلات وتسجل كمان في مايكروفيلم في داتا بتعمل هذه السجلات الموجودة سجلات موجودة في المخازن سجلات موجودة في المتاحف وليها كمان مايكروفيلم قريدي عندنا في مركز تسجيل الآثار يعني تلك تسجيلات علمية أنا بتكلم على إحنا عايزين نتفرق كجمهور عام على القطع الأثرية؟ على كيفية الاكتشاف على الدخول في هذه الأماكن الجديدة يعني هي فرجة تاني في مقابر تم اكتشافها؟ خلاص أريد تفتحة للزيارة في أثار تم اكتشافها؟ أريد راح تلمتحف ومنحق أي واحد أن هو يزور المتحف وبيشوف القطع الأثرية اللي اكتشفت أو المكتشفة أريد معروضة في المتحف؟ دكتور مصطفى وزيري طبعا الأسئلة كتيرة جدا 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 لكن يعني حنكتفي بهذه الأسئلة في هذه الحلقة شكرا جزيلا لحضرتك شكرا فإننا في الختام أشكر ضيفي الكبير عالم الأثار المصري الدكتور مصطفى وزيري ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر